سبق وتكلمت عن ضوابط إيقاف الخدمات وهنا معلومة إضافية لمن عليه إيقاف خدمات يعني شخص سبق وأن صدر عليه إيقاف خدمات قبل صدور ضوابط إيقاف الخدمات الجديد فماذا عليه أن يفعل؟ أولاً يجب عليك معرفة الجهة التي أوقفت خدماتك يجب عليك أولاً أن تحدد الجهة التي أوقفت خدماتك ثم بعد ذلك يجب عليك أن تعرف السبب الذي بناء عليه تم إيقاف خدماتك إن كانت الجهة التي أوقفت خدماتك هي محكمة التنفيذ فيحق لك أن تتقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب رفع إيقاف الخدمات بموجب التعميم القبائي الذي صدر في استثناء عدة خدمات من إيقاف الخدمات فخدمة العلاج وخدمة التعليم وخدمة العمل بالسجلات التجارية وخدمة تسجيل الوقاع المدنية وخدمة تسجيل الأوراق الثبوتية هذه كلها مستثناء من إيقاف الخدمات فيحق لك أن تتقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب رفع إيقاف الخدمات عن هذه الخدمات المستثناء كذلك يحق لك إذا ترتب على إيقاف الخدمات إلحاق ضرر بأحد التابعين لك أو إلحاق ضرر بإحدى الخدمات المستثناء يحق لك أن تتقدم بطلب رفع إيقاف الخدمات عن هذه الخدمات المستثناء وأما بخصوص إيقاف الخدمات البنكية فيمنع إيقاف الخدمات فيما زاد عن الطلب التنفيذي وكذلك يمنع إيقاف الخدمات البنكية فيما زاد عن ثلث الراتب في غير قضايا النفقة جميع ما ذكرت من معلومات نص عليها التعميم القضائي وبنزل التعميم القضائي نهاية السنابات للاستفادة إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته